طبعاً الأحداث في غزة دخلت أسبوعها التالت ولسه القصف والعدوان الإسرائيلي بيستهدف أهلنا في فلسطين مبارح أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة الشهداء اللي ارتفعت إلى 4385 شهيد نصفهم من النساء والأطفال بسبب استهداف قوات الاحتلال المنازل والأحياء والمدارس والمستشفيات وحتى المساجد والكنائس أزمة إنسانية كبيرة بيتعرض لها أهلنا في غزة على كل المستويات قصف حصار انقطاع للمية انقطاع للكهربا عدم توفر للأدوية والأغذية كل ده ما نقدرش نصنفه غير تحت بند الكارثة الإنسانية الدولة المصرية كانت حريصة إنها تدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية عشان تخفف الحصار المفروض على قطاع غزة وبالفعل في دفعتين من الشاحنات دخلوا وعبروا عبر معبر رفح إن شاء الله يستمر دخول المساعدات بشكل دائم ومتواصل الحقيقة إنه المتابع للموقف المصري من اليوم الأول للحرب الإسرائيلية هيكتشف سريعا إن التحركات كانت على كافة المستويات المستوى السياسي والديبلوماسي والأهم على الأرض المستوى الإنساني وتحركات دي لاقت تقدير كبير جدا من كل القوى الدولية وبالطبع من أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة خاصة بعد قمة القاهرة للسلام اللي أكدت من خلالها الدولة المصرية على ضرورة وقف الحرب فورا الحرب لراحضة حيطها حتى الآن الألاف من المدنيين والأبرياء وضرورة احترام قواعد القانون الدولي مصر موقفها مشرف يا عبدو جدا موقف محترم في إدارة الأزمة دعم للأشقاء في فلسطين فيه جهود مكثفة ومتواصلة بتقوم بها الدولة المصرية وده طبعا بهدف إنهاء حالة العنف والعدوان اللي بيدفع تمنه المدنيين والأطفال استعادت الاستقرار مرة تانية ده واحد من أهم أولويات الدولة المصرية علشان كده هنلاقي فيه دفع في اتجاه إحياء مصار مفاوضات السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وده وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية